في مراكز الغسيل الكلوي تتجلى مأساة الكثير من المرضى بسبب نقص الأدوية والمحليل اللازمة في هذا المركز بمدينة مصراتة بات نزلاؤهم مهددين بالموت الأمر الذي أثقل كاهل المرضى نفسيا ومديا وأضاف عبءا آخر عليهم أنا أحكي عن شخصي رب أسرة لسبع أفراد ولا أتقاض مرتب من الدولة عملي عمل حر سائق السيارة نقل خفيف فمنين ليين نقدر نتحمل مصاريف فمصاريف هلبة على المواطن المريض الكلا بما فيه الفيتمينات والجرعات الأدوية فمنستحيل المواطن أن نقدر يتحمل المصاريف هذه حصص تصفية الدم قد تكون إحدى الحلول لتخفيف معاناة المرضى إلى جانب الاعتناء النفسي الذي ينسيهم تعب علتهم ولو إلى حين هذه مشكلة ماشية في مصراتة فقط في عديد المناطق الأخرى مركز شطف ترابس في سبهة في الزاوية في عدة مدن في ليبيا التي موجود فيها مشغلات الغسير الكلوة خاصة في هذه الشركة لأن لو توفر صراحة في مدن أخرى فكان ممكن الاستعانة بالمراكز الأخرى يتأخذ من بعض المشغلات هذا مرامج التعاون معروف موجود بين المراكز في السابق وحاليا وحتى في المستقبل لأننا نريد واحد في هذه المنطقين معاناة مرضى القصور الكلوي تأتي ضمن قائمة طويلة من المآسي التي يعانيها أصحاب هذا المرض فهي لا تقتصر على ألامهم فقط فنقص الأدوية والمحليل اللازمة بات هاجسا يوميا ينغس حياتهم إسلام الأطرش ليبيا الأحرار مصراتة